الدعاء ينقسم إلى قسمين هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت شرك أكبر أما أن أطلب من المخلوق شيء أن يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة أن يكون الطلب من حي لا من ميت أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني هذا في هولندا ينادي الولي الذي في الهند لا يمكن الثالث أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز يعني أنا أطلب كاسة ماء من إنسان مشلول لا يتحرك لا يمكن الرابع أنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع وأن الذي بيدي جلب المنافع ودفع المظار هو الله سبحانه وتعالى توفرت هذا الشروط الأربعة يصح أن أطلب من المخلوق شيء أن يقدر عليه وإلا كان هذا شركة مثل الدعاء الاستعانة أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذا الدولاب في هذا الكرسي يصح حوله ننظر توفرت هذه الشروط الأربعة يصح وإلا فلا فلان غرق الآن في البحر هنا وينادي هذا يقول يا فلان أغيثني يصح يصح بهذه الشروط الأربعة هذا الأستاذ يريد أن يقبل في الجامعة وجاء للشيخ قال أريد أن تشفى عليه حتى أقبل في الجامعة هذه الشروط الأربعة وجدت يصح هذا وإلا كانت شركة والله أعلم